ننظروا هيئة دولية مختصة لإصطار حكم قريب لشان طلب الفلبين تفايل التحكيم حول قضية بهر الصين الجنوبي ولكن بالمقابل هناك حاليا نحو أربعين الدولة عبرت عن تأييدها الواضح والصريح لموقف الصين لشان قضية التحكيم المتعلقة ببهر الصين الجنوبي والأمر الذي يعتبره محللون التفاهمان والدعما كبيرين للصين في تعاملها مع قضية بهر الصين الجنوبي عن طريق التفاوض المباشر وحيثها على حيث الأمن والاستغرار في هذه المنطقة الاستراتيجية فضل عن تقايدها الشامل والفعال بتنفيذ وثيقة إعلان السلوك مختلف الأطراف في بعر الصين الجنوبي في الثاني عشر من الشهر الجاري شدد الإعلان الصادر عن الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصين العربي الذي عرف بإسم إعلان الدوحة على أن الدول العربية تدعم موقف الصين بشأن طريقة حل النزاعات الحدودية والبحرية مع الدول المعنية والذي يستند سلميا إلى التفاوض الودي والتشاور بموجب الاتفاقيات الثنائية والتوافقات الإقليمية المعنية وفيما يتصل بالنزاع حول بحر الصين الجنوبي وفي عام 2013 زعمت الفلبين أنها طالبت بتفعيل تحكيم إجباري من جانب واحد حول النزاعات الخاصة بترسم الحدود البحرية في هذه المنطقة مع الصين وذلك وفقا لبعض نصوص اتفاقية الأمور المتحدة لقانون البحار في محاولة منها لإضفاء شرعية مفتعلة لاحتلالها غير الشرعي لبعض جزر نانشا الصينية وضمها إلى خارطة الأراضي الفلبينية ويرى خبراء في القانون الدولي أن قضية بحر الصين الجنوبي تعد نوعا من قضاء النزاعات الإقليمية بشأن فرض السيادة وترسيم الحدود البحرية ولا تتطابق مع قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وبناء على ذلك استبعلت الحكومة الصينية هذا الأمر في عام 2006 فضلا عن أن الطلب بالتحكيم حول النزاعات في بحر الصين الجنوبي يخالف وثيقة إعلان سلوك مختلف الأطراف في بحر الصين والتوافقات التي تم التوصل لها بين الصين والفلبين عبر التفاوض الودي والتشاور ما يعني أن تصرف الفلبين غير قانوني وغير معقول ويخالف جميع التوافقات المطلوبة بموجب الاتفاقيات لا يمكن لحيئة تحكيم أن تقارب ما تشاء فيها باتعلق بتحديد سلطة الإدارة بل عليها أن تعمل بحذر داخل نطاق الذي حددتها الاتفاقية في قضية تحكيم الفلبين هناك كثير من الأخطاء الواضحة التي حدثت في وصف الواقع والقانون في عملية تحديد سلطة إدارة لهذه القضية من قبل هيئة تحكيم وهو ما يخالف القواعد الاتفاقية وروحها إنه جزء من توصية الصلاحيات وتجاوزها بشكل واضح كما تم تنفيذ جميع الإجراءات بصورة سطحية وقد بدت أنها تتسم بالعدالة ولكن حتى لو تم إنجاز جميع الإجراءات وفي ذلك وجود الأخطاء القانوني الخطيرة يعتبره الآخرون شيئا ما شبيه بالأرض لذا بالطبع فإن النتيجة النهائية لا تحظى بأي سند أو قوة قانونية اشتركوا في القناة